نصدر بالكتاب جذوة ثورة فبراير أبت إلا أن تكون متقدة من خلال مظاهر الفرح والاحتفال التي أظهرها الليبيون في كثير من المدن الليبية بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الشعب التي لا زالت تجدد الأمل لدى أبناء هذا الوطن في التحول إلى دولة العدل والتداول السلمي على السلطة ليستتب الأمن ويستقر الأمر للليبيين ويتمكن من اختيار من يحكمهم بإرادتهم دون إجبار أو تزييف أو خداع من أحد رغم كل ما تعرضت له الثورة من تشويه ومحاولة إخماد لصالح من أقضت عروشهم سواء من داخل البلاد أو خارجها ممن يعتبرون سابقة الثورات على الحكام يجب إيقافها من الانتشار ووأدها في مهدها دون أن تحقق غايتها التي تمثل مطلب كل الشعوب الباحثة عن الحرية والتغيير للأفضل بدل أن تساق كما يرى ويبتغي حكامها المستبدون الشعب يريد إصطاق العقيم ثمانية أعوام والثورة الليبية تنافح وتكافح لتحقيق ما أريقت من أجله دماء الشهداء وتقف في وجه أعدائها الذين راهنوا على إفشالها مقابل إعادة السيطرة على الشعب من جديد تحت ذرائع ومسميات خادعة وإدخاله إلى حضيرة الطاعة وشرنقة الخنوع والخضوع إنما تشهده المدن الليبية من فرحة بهذه الذكرى المتمثلة في خروج الناس إلى الميادين وتزيين الشوارع ورفع علم الاستقلال علم الثورة يعيد إلى الأذهان بداية الثورة عام 2011 وهي رسالة قوية واضحة مكتوبة بمداد من دماء الشهداء لكل من يعمل ضد مصلحة الشعوب الحرة بأن لا توقف إلى حين تحقيق أهدافها وإن بدت الثورة متعثرة ولا ركون للباطل وإن ادعى السيطرة والانتصار